السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسب نسبة التكبير لمكعب تم تحويل حجمه من 125 سم مكعب إلى 8000 سم مكعب إذن قلنا عند تكبير أو تصغير مجسم في الفضاء إذا ضربنا الأطوال في عدد كموجب قطعا فإن المساحات تضرب فيك مربع الحجوم تضرب فيك مكعب إذن الحجم بعد التكبير V شرطة يساوي معامل التكبير الثلاثة لأننا نتكلم عن الحجوم في الحجم قبل التكبير يعني الحجم الأصلي إذن بعد التكبير أصبح لدينا 8000 سم مكعب تساوي كاوس ثلاثة في V والذي الأصلي يعني الحجم الأصلي 125 سم مكعب الآن كاوس ثلاثة من العلاقة تساوي 8000 قسمة 125 تساوي 8000 تساوي 20 في 20 في 20 يعني 20 أستلاثة على 125 و125 تساوي 5 في 5 في 5 يعني 5 أستلاثة 5 في 5 خمسة 25 و25 في 5 تساوي 100 و25 20 في 20 أربعمائة وأربعمائة وأربعمائة في 20 تساوي 8000 إذن الذين أستلاثة أستلاثة نكتب إذن 20 على خمسة أستلاثة إذن كاوس ثلاثة تصبح 20 على خمسة أستلاثة كاموجب قطعا يعني أن كاوس ثلاثة يساوي 20 على خمسة يساوي أربعة إذن نسبة التكبير هنا أربعة نسبة التكبير تساوي أربعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر